الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا إخوة والأخوات في برنامجكم تربية العظماء ما زلنا نقبس من هؤلاء العظماء جوانب العظمة وما زلنا نستفيد منهم ونستضيء فتراثنا مليء بالخيرات ومليء بالكنوز التي يمكن أن نوظفها في إعادة دورة التاريخ مرة أخرى مرة أخرى محمد بن إسماعيل البخاري هذا الرجل العظيم الذي حمل جوانب كثيرة من تجليات العظمة كان جديرا أن نتلقى منه ونستفيد منه ونقبس منه هذه الجوانب ذكر صاحبه الوراق أنه يقول أحصيت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من خمسة عشر مرة إلى عشرين مرة يستيقظ في الليل فيخرج القداحة ويوري النور المصباح يشعل الضوء ثم يخرج أحاديثا يعلق عليها ويشير إليها ذلك أنه انقدحت هذه الفكرة في ذهني وهو نائم وهو منطرح على فراشه من خمسة عشر مرة إلى عشرين مرة يقوم ولا يظن الإنسان أن عملية الاستيقاظ وبعد ذلك إيقاد المصباح أن هذه عملية سهلة في ذلك الوقت بل كانت عملية شاقة تأخذ من الوقت وتأخذ من الجهد ويترك نومه ويترك الفراش الوثير ويقوم ويوكد ذلك المصباح ويشعله ثم يخرج تلك الأحاديث ويعلق ما ورد في ذهنه على هذه الأحاديث انظروا أيها الإخوة إن أولئك العظماء لم يكنوا عظماء إلا بعد أن عاشوا حياة التربية الجادة التربية الجادة وليست التربية الهزيلة التربية الضعيفة التربية التي تعتمد على فضول الأوقات والتي تستند إلى الأعمال البسيطة الزهيدة ونظن بعد ذلك أنها ستكون أمور مؤثرة وتصنع فارقا كبيرا في الشخصية الحقيقة أن بناء الشخصية وصناعة العظماء يحتاج إلى جهد وإلى بناء وإلى تعب ويحتاج الإنسان أن يبذل من راحته ليصل إلى هذا المجد ويصل إلى هذه المنزلة الرفيعة من العظماء انظروا يا إخواني يترق راحته هل أولئك الذين يريدون أن يصبحوا عظماء من عظماء هذه الأمة ويصنعوا فارقا تاريخيا وحضاريا لديهم الاستعداد أن يتنازلوا عن جزء من راحتهم أن يتنازلوا عن جزء من رفاهيتهم أن يتنازلوا عن جزء من متعي هذه الحياة في مقابل أن يحصلوا ويجدوا ويجتهدوا إذن صناعة هذا الهم التربية الجادة أيضا بذل الجهد بذل الجهد إن المعادلة واضحة لصناعة الإنجاز كما يقولون واحد بالمئة عبقرية وإلهام وتسعة وتسعين بالمئة عرق جبين وجهد وبذل وسهر حتى يصل إلى منا دببت للمجد والباء الساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر فكابد المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب أن المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لن تصل إلى المجد وتكون من أهل المجد حتى تتذوق ذلك العلقم الصبر وهو نبات مر المرارة والتعب والجهد والنصب حتى يصل الإنسان إلى الإمامة وإلى بالصبر واليقين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين يصل الإنسان إلى أن يكون عظيما حينما يصبر ويجاهد وأيضا حينما يكون على يقين وقناعة وإيمان راسخ بالهدف الذي يسعى إليه تربية جادة وبذل للجهد الذي تستحقه هذه الأهداف النبيلة تصنع العظمة ويصنع العظماء وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة